حذرت نائبة المنصق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنصقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لينة هاستينجز من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة من جراء التصعيد الحالي وطالبت باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ووقف التصعيد لتجنب المزيد من الضحايا دعية إلى السماح على الفور للأمم المتحدة وشركائها الدوليين في المجال الإنساني بإدخال الوقود والغذاء والإمدادات الطبية كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والأونروا قد أغلقت جميع منشآتها في قطاع غزة أمام الجمهور حتى إشعار آخر باستثناء المراكز الصحية والبالغ عددها 22 مركزا